إيران بتفرج عن 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا ده خبر بتتدول كل المؤسسات أو كل الوسائل الإعلامية عبر العالم إيران بتفرج عن 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا إيران نظام موجود من سنة 79 أقوى من نظام عبد الفتاح السيسي في القم يعني هم بيقمعوا وبيقتلوا زي يوم زي السيسي كده ده بيحكم باسم الوطنية والتانين بيحكموا باسم الطائفية والمهم إنهم هيفرجوا عن 70 ألف سجين بسبب الفيروس ده علشان إيه؟ علشان ما يتحملوش مسئولية صد البلد حتى اللي بتقولك مش أنا إيران تفرج عن 70 ألف سجين بسبب الفيروس وده بيخلينا نقف قدام موضوع مهم جدا ألا وهو مصير الناس اللي في السجون إيه النهاردة رئيس السلطة القضائية في إيران بيفرج عن 70 ألف سجين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا وإحنا عندنا النهاردة في مصر بيتوفى المعتقل مسعد البعلي نتيجة الإهمال الطبي يعني لما نربط الخوف من انتشار الفيروس بيخلي إيران دولة زي إيران دولة قمعية زي إيران تطلع المعتقلين إحنا عندنا يعني رحمة الله علينا عليه اللي قدامنا ده صورة المعتقل مسعد البعلي من إسماعيلية توفى نتيجة الإهمال الطبي المتعمت دائما خلينا نفتح ملف مهم جدا مصير المسجونين في سجون عبدالفتاح السيسي في ظل وجود خطر الفيروس أنا عن نفسي وبتحمل مسؤولية كاملة بقال يومين ثلاثة بيوصلني من عشرات المصادر المختلفة إن في سجون في مصر فيها فيروس كورونا عند الجنائيين على سبيل المثال في سجن جمصة على سبيل المثال في سجن وادي النطرون الناس بعتت لنا لما قابلوا أهليهم قالوا لهم في جنائيين عندهم الفيروس وحاولوا يعملوا غرف للحجر الصحي جنب الغرف اللي فيها السياسيين وتصدوا للمسألة في سجنين تمام؟ احنا النهاردة بنتكلم عن أكتر من يعني 70-80 ألف معتقل سياسي غير الجنائيين وإذا كانوا الاتنين بيتساوف حقوق الإنسان لماذا لا تفرج سلطات عبدالفتاح السيسي عنهم زي ما إيران أفراجت عنهم إفراج مؤقت لحد ما ينتهي مسألة كورونا أنا عندي تبلغات أنا متكلم عن نفسي كشخص ما بالك بالمنظمات والأشخاص والإعلاميين والسياسيين الآخرين تبلغات من مصادر متعددة كثيرة جدا عن حالات للمصابين بفيروس كورونا داخل سجون مختلفة بما فيها وعلى سبيل المثال سجن الجامسة وسجن وادي النترون ودي مأساة حقيقية بيعيشها المواطن المصري والمسجون المصري تعالوا نشوف مع بعض التقرير بيتكلم عن الموضوع يعني أحاعد على حضراتكم في التقرير رسالة مصربة وصلتنا من سجن جامسة تحديدا بتتكلم عن وجود إصابات بالكورونا ومخاوف السياسيين من تصفية الحسابات معاهم بفيروس كورونا ممكن السيسي يستغل الموقف جايز جدا مصربة من داخل سجن جامسة حصرية البرنامج ألوم كملين ونصها كما يلي من حوالي عشر أيام جابوا حمل التوعية طبية وقالوا إنها للسل والدرن وما جابوش سيرة عن كورونا لكن الدكاتر المعتقلين كانوا فهمين النداء عشان فيروس كورونا وأنهم بس متكتمين على وجود حالات وقالوا ده إجراء روتيني وعادي بعد كام يوم جابوا لهم سبع أفراد جنائيين قالوا عندهم سل وعاوزين يعزلوهم في الدور التالت فوق في العنبر بتاحهم عنبر واحد سياسي لأنهم العنبر الوحيد اللي فيه دور فاضي الدكاتر الموجودين في العنبر رفضوا تماما وقوموهم فما كان منهم إلا إنهم سحبوا نفسهم ومعاهم المرضى ومشيوا بدون شوشرة يوم الخميس في ناس راحت المستشفى وشافوا مناظر غريبة اللي استطفل لشغال لابسين لبس معقم كامل وعملين إجراءات شديدة الاحتراز وبيتعاملوا مع مجموعة من المرضى من مسافة بعيدة لدرجة إنهم بينولوهم الأدوية بعصيان طويلة وتعرف بينهم إن في حالات كورونا ظهرت في الجنائيين والإقدارة بتقولهم ده اشتباه في السل ومفيش حاجة مع العلم إن الزيارة بتكون زحمة جدا وبتكون زيارات الجنائيين مع السياسيين وقارد جدا انتقال أي مرض بسهولة بين المساجين وبين كمان الأهالي اللي جايين للزيارة سواء منهم أو ليهم من فترة كانوا أخذوا عشر أفراد من العنبر بتاعهم منهم مسؤول العنبر ونقالوهم عنبر ستة بدون أي مقدمات أو داعي غير إنهم كانوا رفضوا عزل المصابين في عنبره مع العلم إن بقى لهم ثلاث شهور اتمنى عنهم العلاج الدوري بتاع المرضى المزمنين حتى الأنسولين ما بقاش يجيبوه ولا يسلموه إلا بسيط جدا ولازم يتجاب من الأهالي هما بيحاولوا يلحاوا البلاء قبل وقوعه لأن لو إدارة السجن صمموا على عزل المصابين عندهم مش هيقدروا يتصدوا ليهم مع العلم في مجموعة معتقلين سياسيين في عنبر ستة قاعدين مع الجنائيين فهم كمان هيطلبوا إن السياسيين دول يتنقلوا معاهم عشان لو المرض انتشر في كل عنابر الجنائي يبقوا دول سوى معزولين نسبيا وهيطلبوا بحل كمان للزيارة المختلطة هما مش متأكدين من أي عدد غير السبعة اللي جابوهم في الأول وكانوا كمان بيقولوا إنهم سر ودرق فمحتاجين حملة إعلامية ضخمة عشان تضغط عليهم دورنا لنا هنبلغ أهلينا كمان يجيبوا كمامات وما يجيبوش أطفال عشان منعتهم ضعيفة والزيارات على فترات متبعدة عشان ما يتقزوش دي رسالة مصربة من سجن جمصة وصلت لنا عبر مصدر ثقة إن بالفعل في حالات إصابة بكورونا موجودة بين الجنائيين وبيحاولوا يخلطوهم مع السياسيين هل بأهداف منها إصابة السياسيين؟ ما عرفش ولكن السيسي يعمل كده؟ أيوة اللي منع الناس تتداوى وآخرهم الشهيد إن شاء الله ربنا تقبله مسعد البعلي اللي مات علشان رفضوا يعلجوه بعد اعتقال سبع سنين ممكن يعمل أي حاجة اللي يخلى رئيس الجمهورية بينام على الأرض ومعه بطنية وبطنيتين في الشتاء لحد ما توفي نتيجة الإهمال الطبي والقمع الممارس آه اللي خلى ناس كتير داخل السجون المصرية أعداد بالمئات تموت نتيجة الإهمال الطبي والتعمد القتل يخليهم يخلينا نقلق من مسألة الكورونا